وفي ريفها تم تدمير عدد من الاوكار للعصابات الارهابية بما فيها في قرية عندقنة وقرب مركز البحوث الزراعية ببلدة منق كما اوقع بواسلنا قتل ومصابين في صفوف الارهابيين قرب معملي الزجاج والسيف ومبنى الزراعة وتلت المضافة بمنطقة المسلمية ادمر مدفع هاون وراجمة صواريخ وقرب كسارات الوضيحي في خان طومان وقرب معمل الدقاق في منطقة خان العسل تم القضاء على تجمعات الارهابيين اما في مدينة حلب اشتبك بواسلنا مع العصابات الارهابية في بستان القصر التجمع المدارس بالشيخ مقصود اما في محيط المعامل باللي رمون اوقعوا بينهم قتل ومصابين